السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في مراجعة فيلم بيردز اوف بري أند فانت شائماً ما هارلي كوين أحداث فيلم بيردز اوف بري بتنطلق مع انفصال هارلي كوين عن الجوكر وما يتبع ذلك من أنها أصبحت هدف لكل أقطاب الشر في جوثم سيتي لأسباب مختلفة واحد من أقطاب الشر دول هو رومان سايونس اللي في نفس الوقت ده كان بينتظر استلام حاجة كان بيدور عليها وبيسعلها بقاله فترة طويلة جداً من الزمن وأخيراً وهي في طريقها لي بيتم اعتراضها عن طريق نشالة بسيطة اسمها كاسندرا كين فبيبدأ في تعقب كاسندرا وبيخش في المغامرة دي أقطاب كتير أو أطراف كتير منهم اللي داخل لحماية النشالة ومنهم اللي داخل بغرض الانتقام ومنهم اللي داخل لمحاولة النيل من رومان سايونس شخصياً فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم بيردزوف بري وعنوانه الطويل اللي خلق أزمة من غير الأزمة ده لو حضراتكم متابعين الأخبار السينمات دلوقتي بقت بتغير من اسم الفيلم عشان تبصته شوية للناس اللي بتحاول تدور عليه بس ده مش موضوعنا دلوقتي المهم ان الفيلم ده تم تقديمه على مشاريع كتيرة قوي داخل عالم دي سي من أجل استثمار حاجتين بيحصلوا دلوقتي حاجة منهم حصلت مع عرض فيلم سو سايد سكواد وهو ان شخصية هارلي كوين وتكسيد مارجو روبي كان من الحاجات القليلة جداً اللي نالت استحسان إلى حد كبير سواء من النقاد أو من الجمهور وانا شخصياً في مراجعتي لسو سايد سكواد قلت ان الشخصية ما كانتش أسوأ حاجة في الفيلم وده شيء بالنسبة لمستوى الفيلم فهو تكريمي يعني إلى حد كبير وان أداء مارجو روبي نجح في حاجات كتير قوي وانه ممكن يكون جانبه النجاح في حاجة واحدة بس وهو التعبير عن الكوميديا بتاعت الشخصية المضطربة عقلياً أو المضطربة نفسياً اللي هي بتمثلها شخصية هارلي كوين الحاجات التانية اللي الفيلم بيحاول يستثمرها هو النجاح الكبير أو المارجو روبي سينمائياً دلوقتي أصبحت مرشحة لجائزة الأوسكار مرتين لو أنا فاكر صحة آي تونيا ومؤخراً بوم شيل أصبحت اسم كبير جداً وبتأدي أدوار كتير جداً لمفاجئتي أنا شخصياً أنا عن نفسي ما عنديش مشاكل مع مارجو روبي شايفها ممثلة كويسة جداً خصوصاً وأن ده بان بشكل واضح أوي في آي تونيا بالتحديد عندها القدرة أن هي تلعب نطاق معقول من الشخصيات ولكن أنا فجئت بصراحة أنها فجأة بقت النجمة رقم واحد في السينما العالمية يعني الجدل أن احنا بنتكلم على أنها فوق أي حد تاني دلوقتي وأنا بصراحة شايف أن ده وزن أتقل من قيمتها شويتين أو من قدرتها شويتين أنا شايف زي ما بقول أنها ممثلة كويسة عندها قدرات كوميدية عندها قدرات تعبيرية جميلة طبعاً خلينا ما نتكلمش في بديهيات ولكن أنها تشيل المسئولية دي كانت كبيرة شوية عليها عموماً المسئولية دي هي تقديم فريق جديد من البطلات فيلم للمرة التانية دلوقتي أعتقد بعد واندر وومن دي سي بتتجه لتقديم فيلم نسائي إلى حد كبير بنقدم من خلاله بطلات جداد يمكن يكون شعبيتهم على المستوى الجماهيري مش كبيرة أوي مش زي باقي الشخصيات بتاعت دي سي وما إلى ذلك ده كلام معقول ده كلام محترم أنا أحترمه جداً خصوصاً كمان وإن مرحلة تقديم السيناريو جوه الفيلم أنا شخصياً كنت معجب بيها جداً الفيلم قام زي ما بنقول على فكرة زكية جداً وهي إن انفصال هارلي كوين عند جوكر بيعمل إيه في حياتها لأنها في الحالة دي بتفقد طبقة من الحماية كانت مهمة جداً بالنسبة لبقائها اللي غير معتمد على أي قدرات استثنائية باستثناء بعض القدرات القتالية اللي أنا عندي عليها شوية علامات استفهام بس خلي موضوع القتالية والأكشن والكلام ده كله نتكلم فيه كمان شوية المهم يعني فقدت الحماية دي أصبحت هدف اللي عبد كبير من الأشرار بتحاول إنها تهرب لغاية لما بتلاقي مخرج لنفسها في منتصف مطاردة من المفترض إن هي ملهاش دعوة بيها قوي يعني بس دخلت على الخط ده وبيخش معنا البطلات الآخرين والموضوع بيستمر أنا شايف إنها فكرة كويسة جداً أنا لما اتفرج عليها منحس الفكرة الفيلم جديد بيدور عن شخصيات خارقة أو شخصيات بطولية أو أنتاي هيروز أو الكلام ده كله لها كويسة جداً بس المشكلة إن الفيلم خزلته بعض التفاصيل أهم تفصيل على الإطلاق في رأيه الشخصي هي أسلوب السرد أسلوب السرد بتاع الفيلم متأثر جداً جداً في تأديري الشخصي وهي مقارنة بصراحة مش في صالح الفيلم خالص خصوصاً وإنها بديهية جداً يعني أنا لو رجل داخل غرفة كتابة الفيلم زي ده فعلاً أول أفكار حتيجي في دماغي احنا بنتكلم على أنتاي هيرو عندها درجة من درجات الاطراب عندها درجة من درجات الجنون حنتكلم على عنف مفرط حنتكلم على كوميديا لاذعة جداً فبناء عليه أول فكرة تيجي في دماغك يلا بينا داد بول هما ليه بقى مشوا وراء الخط ده أنا مش فاهم بالصريحة لأنك لما تيجي تعمل مقارنة مباشرة ما بين الفيلمين حتميل بالكامل لصالح ديد بول ومش بس بفضل الكاريزمة بتاعت رايان رينولز اللي في رأيي أنا تتفوق على الكاريزمة بتاعت مارج روبي ولكن كمان لأن أدوات الإخراج في ديد بول كان فيها درجة من التمكن أكبر من بيردز اوف بري إيه هي عموماً أبعاد التأثر ده زي ما بقول كده في أسلوب السرد الراوي اللي ممكن تبان في بعض الأحيان عشوائية ولكن الهدف منها هو تقديم اكسبوزيشن أو خلفية للأحداث أو تقديم الأحداث ووصلنا لنقطة معينة ممكن نستمر فيها في القصة بتاعتنا من غير ما يكون المشاهد مل من اللي أنا قدمته لغاية دلوقتي وعلى فكرة موضوع التقديم ما كانش بايخ قوي ما كانش فيه مشاكل كتير هو بس بان زي ما يكون من نسخة تانية التفاصيل الأخرى اللي ما عجبتنيش بعد كده هو طريقة التقديم بتاعت الكوميديا وطريقة التقديم بتاعت الأكشن الفيلم على مستوى الحبكة أنا مش شايف إنه فيه مشاكل كبيرة ممكن يكون فيه فجوة أو فجوتين ممكن نبقى نتكلم عليهم على بوديو إن شاء الله ولكن القصة بتاعتنا مستمرة وكويسة تقديم الشخصيات أو البطلات الأخريات كان جيد الفكرة بس إن إحنا بنعتمد عارف حضراتك أو عارفين حضراتكم ساعة لما تيجي تتكلم على مؤلف أو كاتب سيناريو بيكتب مشاهد معينة دايما بتيجي في دماغنا الأسئلة بتاعته هو لما بيقابله مشهد أكشن بيعمليه بيكتب إيه جوة المشهد ده هل بيكتب كل حركة كل سطر كل خطوة كل كلام زي ده هل فيه تحول مهم حيحصل جوة مشاهد الأكشن ديت تتطلب من كاتب السيناريو إن هو يخش جوة أو أيا كان القائم على القصة إن هو يحكي جوة الموضوع ده ممكن يكون جرى إيه أو حصل إيه أو كلام زي ده للأسف بيردز أوف بري أنا متوقعش أن كان مطلوب من السيناريو بتاعه غير إن هو يقول دول دخلوا الخناء الفلانية وفلان كسب ما فيش حاجة تانية بتحصل ما فيش حاجة ليها أبعاد أخرى أو حاجات مؤثرة أخرى أو خط فرع الشخصية حنرجع نقابله بعدين وده اللي بيخلي مشاهد الأكشن عموما جذابة أو تستدعي اهتمام من المشاهد ولكن لما تتفرج على عدد كبير من مشاهد الأكشن ومشاهد القتال والكلام ده كله والنتيجة دايما واحدة بعد كده الموضوع بيبقى ممل جدا بيبقى مكرر جدا ورتيب جدا بالإضافة كمان لإن الأفكار اللي جوة المشاهد ديت قل لا ما كان فيها أي شيء مطير للاهتمام بل إن أغلبها على مستوى التفاصيل ما كانش مقنع إحنا بنتكلم على إمرأة اللي هي هارلي كوين زي ما قلنا كده عندها قدرات قتالية استثنائية الله أعلم جابتها منين ومحدش يقول من الكوميك بوكس لإن المفروض ده يتقدم جوه الأفلام لازم نفهم ده حصل إزاي جوه الفيلم المهم هي وأخريات بيقابلوا بلطجية بقى حاجات بأجسام بأسلحة بعضلات بالكلام ده كله وبيرنهم علقى وراء علقى وراء علقى والتانيين بيتضربوا لهم بطريقة شكلها متلفق جدا شكلها مش مبلوعة مش قادرة أصدقوا في بعض الأحيان للشخصيات الأخرى كان مقنع بلاك كناري عندها حاجات مقنعة هونترس عندها حاجات مقنعة لكن هارلي كوين أغلب مشاهدها اللي هو نظام الناس الناس بتبالغ قاوي في الوقوع بتاعهم بتبالغ قاوي في ردود الأفعال بتاع الدرب اللي بيتلقوا خصوصا إنه هو ضرب عضلات فقط ما فيهوش زكاء ما فيهوش حاجة نقدر نقول إنها فعلا عندها فيها ميزة واضحة وعلى فكرة على مستوى الميزة اللي موجودة عند الشخصيات بتاعة هارلي كوين اللي تم استعراضه كويس في الفيلم ده هو قدرتها على التحليل النفسي للشخصيات الأمامها وده شيء مترسخ في تاريخ شخصياتها ومن الحاجات اللي احنا فاهمينها عنها فبناء العليد ده لو كان تم استهلاكه أو استخدامه بشكل أو بآخر عشان يشكل نقطة قوتها الرئيسية كان حيبقى مبلوع أكثر من كده لكن الباقي للأسف مشاهد الدرب يا جماعة عاملة شوية زي 424 فيلم 424 القديم ده لما كانوا بيجيبوا ممثلين ما بيعرفوش يلعبوا كرة والمفروض يرقصوا لعيبة كرة فالتانيين بيترقصوا لهم بطريقة مفضوحة قوي ما كنتش مقنعة شويتين النقطة التانية نقطة الكوميديا لأن الفيلم المفروض إنه هو فيه حاجات كتير تخليك تضحك وكلام زي ده والعنصر الرئيسي بتاعها هو لحظات الجنان بتاعة شخصية هارلي كوان وأنا مش ضد تصميم ما عنديش مشكلة مع تصميم الشخصية ومش شايف إنه هو فيه أزمة فكرة الانتي هيرو الشخصية اللي بتقدم على عدد كبير من التصرفات لمصلحتها الشخصية فقط لغير ما عندهاش أجندة أخرى ولكن في بعض الأحيان الظروف بتضعها في حالة معينة أو مغامرة معينة بتبقى فيها متحيزة لجانب الخير ده زكي جدا ده لما تعمل كمان مرة في ديت بول وعلى فكرة أنا ما بفردش المقارنة دي على الفيلم ده الفيلم ده هو اللي طلب المقارنة دي من خلال تبنيه لأغلب الحاجات اللي موجودة جوا ديت بول المهم إن إحنا لما نيجي نبص على قدرة رايان رينولتز في شخصية ديت بول نوعية استخر الكوميديا من بعض التصرفات وردود الأفعال المجنونة اللي في بعض الأحيان ما فيهاش تعبير من الوش ما فيهاش كلام ما فيهاش مجرد غير حاجة بتشوفها من خلال الماسك بتاع ديت بول وتلاقيها وصلت لك بينما إحنا عندنا الصوت والصورة والوش والتعبيرات والكلام بتعهر لكوين ومش قادرة توصل للبنقارن هبيب قدر إن هو يوصل له في الحالة دي أنا مش قادر ألوم مارجو روبي بشكل كامل لإن مارجو روبي إحنا شفناها قبل كده بتقدم كوميديا تحس إنها واعدة تحس إنها لو راحت في إيد مخرج كويس ممكن فعلا يحركها خطوتين تلاتة لقدام ولذلك أنا بلوم بالكامل كاتي يان مخرجة الفيلم لإنها للأسف رجعتها خطوات لورا أنا كان عندي تحفظات على الكوميديا بتاعة هارلي كوين في سو سايد سكواد للأسف أنا دلوقتي مضطر أقول إنها في سو سايد سكواد كانت أفضل من بيردز أوف بري كل ده بيتقدم في إطار من المفترض إن هو شديد القصوى وشديد العنف بحكمة التقييم الرقابي آر وللأسف أنا مش فاهم ده كان مفيد في إيه على مستوى اللغة ساعد فإن إحنا بنتكلم اللغة المتوقع إن إحنا نسمعها في عالم زي ده ده شيء مبلوع وشيء مقبول بالنسبة لي ما عنديش في مشكلة بس أنت بقى لما الأداة دي تحطت في إيدك عملت بيها إيه هل قدمت عنف مبالغ فيه يدعم طبيعة الشخصيات اللي إحنا بنتكلم عنها هل عرفت تطلع منه كوميديا لإن كمان مرة وآسف على تكرار المقارنة مليون مرة في ديت بول العنف المفرد طلع كوميديا ما كانتش ممكنة في العنف العادي في الفيلم ده مفيش حتى وإحنا بنرسم صور الشخصيات بتاعتنا شخصية رومان سايونس اللي قدمها إيوان ماجريجر وأنا في رأيي الشخصي من أسوأ الحاجات اللي موجودة في الفيلم كبروفايل شرير كتصرفات كطبيعة شخصية شكلا شبه بونو بتاع يوتو على مستوى الطبيعة مش عارف كان بيحاول يقلد مين بالزبط بس بان كويس قوي إنه هو إيوان ماجريجر بيحاول يقلد حد ما هو الشخصية شريرة عندها بعض الاضطراب أو عندها بعض الألصفات السادية أو العنيفة أو الحاجات دي كلها وبرضو لما جينا نضيف التقييم أر ما بقيتش فاهم ما رسمش حاجة تخليني أخاف من الشخصية أكتر من اللي يزم بل في أغلب الأحيان كنت بتحك على تصرفاتها وعلى طبيعة اللي هي بتعمله كل ده ممكن يكون أزى بشكل كبير أوي تقدمات القصة اللي كانت جذابة بينما هم فرعين بيحاولوا يلتقوا مجرد لما لتقوا الفيلم ماشي بطريقة عادية جدا بطريقة ما حسستنيش إن فيه جديد فلما نيجي نتكلم على إن قلب الموضوع تطور أو ماشي بشكل كويس لمدة 20% من رحلتنا أو 25% من رحلتنا وبعدين بقى عادي لوحش ولا حلو بقى عادي ما فيهوش حاجة تدعو للاهتمام وما فيهوش حاجة تدعو لإنك تزعل منه أو تنفر منه أو حاجة زي كده ولكن الغلاف اللي حوالين القلب ده هو غلاف من الكوميديا اللي قلما كانت فعالة وغلاف من العنف اللي قلما كان مقنع وغلاف من القصوى أو المبالغات اللي قلما كان مفيد يبقى نتيجة الواضحة للجميع عن انطباعي الشخصين للفيلم للأسف أحبطني فيلم بيردزوف بري بيقدي بشكل كويس جدا نقديا وده شيء فاجئني بشدة لأنه في نفس الوقت بيقدم أداء محبط جدا على المستوى التجاري والآية في العادي بتبقى معكوسة ولكن المرة دي الفيلم بيتسلح بالحاجة اللي أعتقد أن احنا محتاجين نبص لها بصة جدا شويتين وهي فكرة التحيز للنسوية أو الفيمينزم أو فكرة أن احنا لازم ننتصر للفيلم اللي بيقدم نوع من أنواع التحرر لشخصيات نسائية وده جيد جدا على فكرة جوة الفيلم ما عنديش مشكلة معاه لأن كل شخصياتنا في الفيلم بتعيش لفترة طويلة جدا في ظل شخصية ذكورية بتتحكم فيها والفيلم ما بيحاولش أنه هو يخفف من مدى التأثير ده لغاية لما بنشوف خطوات تحررهم على الشاشة ده ذكي ده ما عنديش معاه مشكلة ولكن لما يكون أداتك الوحيدة لإجبار المشاهد أو إرهاب المشاهد من أنه يقول رأي أنا أتصور أنه هو واضح ولكن قابل جدا للاختلاف ففي الحالة دي أعتقد أن إحنا بقينا بنوسيق للقضية مش بندعمها فكرة أن إحنا دايما نجيب شخصيات نسائية تقوم بنفس اللي كان بيقوم بي الشخصية الذكورية لمجرد أن إحنا نمشي بمبدأ أنا ما أعتقدش أنه هو بيفيد خالص لأن على مستوى التاريخ مع تقدم الأيام المقارنة حتفرض نفسها ما حدش هيقعد حد يتفرج على حاجة غصب عنه المرة تانية والمرة تالتة وإحنا عملين نعمل ده أكتر من مرة الفيلم بتاع أوشنز مش فاكر كان سيفن ولا إيد دوت اللي برضو نالت تقبل نقدي كويس مش عارف بناء على إيه بصراحة والنهاردة تناسى تماما رغم أن ساعتها استقباله كان بيقول يا ما هنا يا ما هناك وده لأنه فيلم سيء لأنه حط مجموعة من النجمات في ظل مجموعة من النجوم وبيحاول يقول بدأ بنت عملتها يبقى أنا أقدر عملها وما حدش هيقدر يقول أن أنا بعمل غلط أنا مش ضد القضية النسوية خالص ولكن أن إحنا نفضل ننتصر لها على حساب الحاجات الأخرى أو حساب المقاييس العادية للفن بتاعة الأمور المتعلقة بالجودة أو بالقيمة أو حتى بالتسلية أظن ده بيدر أكتر ببيفيد وبالنسبة لفيلم بيردزوف بري نفسه فتقييمي ليه هو أربعة ونص من عشرة مش أكتر من كده على الإطلاق مش شايف أنه هو يستحق أنه هو يتخطى حاجز الخمسة واللي يحصل يحصل في مناقشة الحلقة عاوز أبعد عن الفيلم نفسه وأتكلم عن طريق التقديم المراجعة دي هل عجبت حضراتكم ولا لا؟ طبعا واضح أن أنا ما بتكلمش من سكريبت واضح أن أنا بتكلم بشكل مرسل شويتين عاوز أعرف لو ده عجبكم ولا لا؟ ياريت تقولولي في الكومنز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم حلقات أول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي